يهلا وحياكم الله غالب أن نهاية السنة ما تكون الموسم اللي فيه أكثر العروض على قطع البي سي ونيو إيج الآن مقدمة مهرجان التسوق في متجرها على مجموعة من القطع شفناها ورح نشارككم فيها ومنها رح اختار القطع الخاصة بتجميعة الستوديو الجاية خلوكم معنا وهذه الصفحة الخاصة بمهرجان التسوق بنيو إيج حاطين بعض المنتجات المختارة على حسب البيست سالينج والأفضل مبيعا فهذه الصفحة الرئيسة تقدر انت تتصفح زي ما تحب فيها بجمعة كبيرة من المنتجات طبعا زي ما قلنا شحن لكل دول الخليج فبس خلنشوف بشكل سريع بعض الأشياء اللي شدت انتباهي هنا عندنا عرض على MSI GF 65 Thin اللابتوب جميل جدا العرض الثاني على جهاز برضو على اللابتوب جهاز الGE 75 Raider برضو واحدة لجهزة الممتازة اللي احنا جربناها من ASUS وهو الROG Zephyrus G15 نسخة العشرين عشرين بالنسبة للعرض اللي عجبني اللي بعده قرص M.2 Patriot بحجم 2 تيرو بايت بـ 1123 ريالي السعودي العرض اللي بعده على اللوحات جدا عجبتني هذه اللوحة وان شاء الله راح اطلبها لوحة ممتازة جدا وحبني جرب لوحات الصراحة الازرك يمدحون فيها بشكل كبير واخرا وليس اخيرا جيجا بايت حبيبتنا جيجا بايت زيد 490 Aorus Pro اللوحة توب بات توب وبعد ما شفت هذا العرض الصراحة تحمست اني اسرع واطلب اكثر القطع اللي راح اسويها لتجميعاتها القادمة وخلونا نشوف القطع مع بعض نبدأ اول شيء باللوحة الرئيسة واخترنا لتجميعاتنا او جهاز اختبار لوحة الزيد 490 ماستر من جيجا بايت واحدة من افضل اللوحات اللي جربناها واذا كنت ما شفت المراجعة حقتها راح يطلع لك الكرت اللي موجود في الاعلى يقدر انت تشوف المراجعة الخاصة فيها ومشكورة جيجا بايت على دعمه المستمر انه قدمتنا هذه اللوحة عشان تكون اللوحة اللي تعمل على جهازنا ان شاء الله خلال السنة القادمة بإذن الله بالنسبة للمعالج بما انه معالج طبعا اول مضربوض من انتل اخترنا معالج الـ i9 10900K واحد من افضل المعالجات بالنسبة لالجيمينج معالج بعشرة انوية وغني عن التعريف طبعا اخترنا المعالج او منصة انتل ما اخترنا منصة ايمدي علشان انه عندنا مجال في كسر السرعة وبرضو راح نغير كروت الشاشة بشكل مستمر وبعض الاحيان ما راح يكون عندنا كروت شاشة نستخدمها على منصة هذه ففيها كرت شاشة مبني فمفيد جدا لنا او بالتحديد يخدم احتياجاتنا في منصة اختبار هذا المعالج وايضا في مجال لكسر السرعة بالنسبة لنظام التبريد دائما وابدا انا اعشق منتجات كورسير معانا مبرد الكورسير اتش ميو 15 اي برو واحد من افضل مبردات اللي جربتها بحجم 280 ملي مبرد جدا 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 جميل واداو جدا ممتاز قد يكون العيب الوحيد اللي فيه المراوح الخاصة فيه المراوح ما تجي بلون رجي بي ولكن لقيت اللي هو الحل او البديل وجبنا مراوح ال الكل مية واربعين ار جي بي احدث المراوح اللي تم اطلاقها من قبل كورسير مراوح بحجم 140 ملي وفيها ار جي بي من وراء ومن قدام نظامه جميل ان شاء الله زي ما راح نشوفه لما نسوي التجميعة الخاصة بمنصة الاختبار بخصوص التخزين اخترنا اول شيء لقرص السي هذا اللي هو القرص من نوع M.2 NVMe من سامسونج وهو 970 برو بسعة 1 تيرا بايت فمعناته خلاص راح يكون كل شيء راح نركبه على على قرص السي ما راح نضطر انه نحدفه عشان عندنا المساحة الكافية والسرعة ايضا ممتازة جدا في هذا القرص وبخصوص التخزين انتم معارفين اكثر الالعاب احجام فوق 80 جيجا فقلت انه افضل انه نجيب قرصين ونربطهم مع بعض من نظام الريد فجبت قرصين بسعة 2 تيرا بايت 2 تيرا بايت راح نربطهم مع بعض القرصين SSD من سامسونج 860 EVO ممتازات جدا ورح تكون الاقراس اللي راح نعمل عليها الداولود بسعة 4 تيرا راح تكون كافية لتحميل كل الالعاب ورح نقدر نختبر عليها كل الالعاب عند الطلب او لما نبغى نشوف لعبة معينة فما راح نضطر انه نمسح ولا راح نعاني من بطء القرص الميكانيكي وخصوص الذواكر اخترت المرة هذه ذواكر من XPG طبعا اللي هي الارجيبي بشكل جميل جدا والداية اللي موجودة فيها والذاكرة اللي موجودة فيها مقدمة من سامسونج بخصوص الباور اخترت باور السي سونيك سنو سايلنط طبعا اصدار خاص هذا باللون الابيض مع كياب الكاستم من كيبل ماد موجودة فيه الباور هذا بقدرة 1050 وات راح يكون كافي لكافة الاستخدامات راح نستخدم فيها منصة الاختبار كانت هذه كل العتادة اللي احنا جبناه لتجميعة منصة الاختبار الخاصة بالقناة تتمنى تكون نالت على استحسانكم واذا كان عندكم اي استفسارات راح اسعد فيها لا تنسون مهرجان نيو ايج للتسوق راح ينتهي بتاريخ 30 الشهر هذا ففرصة انك انت تشتري الفترة هذه والروابط الموجودة في الوصف ان شاء الله في الحلقة القادمة راح نجمع الجهاز مع بعض ونشوفكم ان شاء الله على خير في حلقة جاية سلام عليكم